تزاوج دكر الاوز مع انتا الرومي او الحبش بتم بعض حالات شادة من لاقي انه دكر الاوز ممكن يكسر على انتا الرومي او الحبش خصوصا في موسم التزاوج عند دكر الاوز و انتا الحبش زي ما انتو شايفين هون بتم تلقيح او التزاوج بين دكر الاوز والانتا وشو النتيجة من هذا التزاوج وهل هو يصلح وبيطلع تهجين راح نجاوب على الاسئلة هاي بشكل صريح وواضح وان شاء الله ونشرح عنه بس ما تنسونا قبل هيك بالتعليق واللايك والاشتراك ودعم القناة من كل انسان مهتم في المحتوى طبعا متل ما انتو شايفين هون ذكر الاوز بحاول اكتر من مرة انه يتزاوج مع انتا الحبش الرومي تم قبل هيك انا حبيت اصور المقطع انا بصراحة قصيت المقطع تم التزاوج كامل بين دكر الاوز و انتا الحبش طيب هل ينتج تهجين عن هذا الشي لا طبعا ما بينتج اي نوع من التهجين بيختلف كليا دكر الوز بشكل عام عن الرومي التهجين ممكن يصلح بين نفس الطيور يعني نفس الفصيلة مثلا دجاج باكستاني مع دجاج ألماني انواع نفس الدجاج بيكون هذا طير مائي وهذا طير طرابي يعني الاوز طير مائي والحبش او الرومي طير طرابي بيختلف كليا في تكوين الانسجة والاجنة والخلايا وكل ما يخطر على بالك هذا اللقاح بيزنطي يعني اللقاح فاضي ما بينتج عنه اي شي وبتم التخلص منه عن طريق انتا الحبش عن طريق مخرج الفضلات والحامد داخل انتا الحبش يعني ما بيلتكي ابدا ما في اي التقاء بين السائل ذكر الاوز وانتا الحبش ولا بتم اي تهجين ولا اي نتيجة من هذا التزاوج واللي بحكي لك بيطلع نتيجة فرجينا النتيجة فرجينا الكاتكوت او الصوص اللي طلع عندك من تهجين او تلقيح ذكر الاوز لانتا الرومي ما بينتج عنه اي شي ويفضل عدم السماح له بالتزاوج مع انتا الرومي او اي نوع مختلف يفضل افضل بكتير لانه كمان كل شي بيختلف بناتهم سواء الاجنة او الجهاز المناعي وكل شي بيختلف بين الاوز الطيور المائية والطيور الترابية بتمنى ان شاء الله يكون المقطع مفيد للجميع وانا صريح معكم ان شاء الله شو ما فيه جديد عندنا بالقناة راح انزله ما تنسونا دائما من الدعم واللايك والاشتراك ودعم المحتوى من كل شخص بشوفه انه بيستحق الدعم شكرا لكم يعطيكم العافية